الاحتكار هو شراء سلع يحتاج الناس إليها في وقت شدة كالطعام ونحوه وتخزينها بكميات كبيرة ليشتد الغلاء فتباع بسعر أعلى والاحتكار محرم وكل محتكر فهو آثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة الخاطئ هو العاص الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار وقد اختلف أهل العلم فيما يجري فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوة الخاصة ومنهم من يرى أنه يجري في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث قال الشوكاني رحمه الله وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من استغلال حاجة الناس والإضرار بهم فهو ينافي التراحم بين الناس والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه فيبذل لهم دون تأخير رفعا للحرج ودفعا للضرر فاحذر من الاحتكار ولا تكن سببا في إلحاق الضرر بالناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار